وصلنا لمحطتنا الطبية أكيد سلمة وصلنا لمحطتنا الطبية موضوع جدا مهم اليوم رح نحكي عنه تقويم الأسنان تقويم الأسنان دائما نمكن إذا نرجع بالذاكرة لورا بتلاقي كل حدا إله ذكريات مع التقويم فيه نوعا ما معاناة يعني الولاد تلاقيهم ما بيحبوا التقويم شكل التقويم بتلاقي فيه معاناة أساسا بالروح على دكتور سنان إذا ما كان فيه تقويم فكيف إذا بمعالجة مستمرة والتقويم بأثر على المظهر الخارجي لأن كان طفل ولا شب ولا صبية فبتلاقي كتير فيه يمكن حسابات للشخص إذا بده يقوم بعملية تقويم الأسنان أين ما تبنلجأ لتقويم الأسنان طرق العلاج والمدة الزمنية قديش بتكون والعمر قديش بيلعب دور كل هاي التفاصيل رح نحكي عنا أكتر مع الدكتور عماد الأيوبي اختصاص فيه علاج الأسنان وتقويمه يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك سعد صباحك دكتور يعني عادة دائما وهيكنا عم نحكي تحت الهواء وعم ندردش أنه الناس بتخاف من عيادة طبيب الأسنان مع أنه يمكن أهم العيادات اللازم الإنسان يروح عليها هي الأسنان مشان يطمن على أسنانه ويقدر ياكل بريحته وبنفس الوقت ابتسامته يكون جيدة بس أدواتكم هي اللي يزال متكن للأسف خلينا نبلج بما أنه اليوم عم نحكي عن تقويم الأسنان شو هي أنواع تقويم الأسنان قيمت بيقدر الشخص بيحس أنه في عنده مشكلة أو لازم الأهل يتوجهوا لطبيب مختص ونقول نحن بحاجة لنعمل تقويم أسنان هلأ بداية صباح الخير معكم حق عيادة الأسنان ما في حدا ما بيخاف منها بس ضمن حديثنا اليوم بالنسبة للتقويم يمكن هو الاختصاص الألطف والأخف ألما إذا قارنا بالجراحة أو المعالجات أو أي شيء أيمتى لازم يتوجهوا أو شو هو تقويم الأسنان بالبداية في فكرة شائعة للأسف يعني هلأ عم تخفي شوي شوي أنه التقويم هو عبارة بس عن تحسين المظهر الجمالي لهيك أي متاع بنلجأ للطبيب الأسنان صبية صارت بالسانوي أو شب فات على الجامعة خلاص أنه بيجي لعنا أنا بدي أزبط سناني أو بدي أزبط منظر في فكي للأسف بهيك حالات بيكون كتير متأخير صحيح يعني بيجي لعنا كتير يعني إحنا العمر الكبير بنعتبره بالتقويم 14 سنة لهيك هي من مسؤولية الأهل أنه يتابعوا من البداية ممكن تتفاجئ إذا قلت لك أنه في حالات مبلش فيها بالتقويم من ولادة الطفل مثلاً اللي عندهم شقوق شفة وقبة حنا بدول يفترض مبلش فيها من بداية من الولادة ويظلوا هيك لحتى الـ 14-15 سنة في عنا حالات تانية لا بعمر 3 سنين ممكن نبلش فيها أو 4 سنين مجرد ما نكتشف المشكلة بنعتبرهم حالات إسعافية عضة معكوسة تضيق شديد بالفك العلوي يفترض مجرد ما اكتشفت أنه نبلش فيها بالمقابل في حالات اللي هي ممكن تكون بس ارتصاف بالأسان أو مشكلة سنية بنسمية ممكن نأجلها لعمر 13-13 سنة لحتى يكتمي بس أغلب الحالات أغلب الحالات يفترض أنه نبلش فيها من بكير كل ما بلشنا من أبكر كل ما بتكون المعالجة النتيجة أفضل والعذاب على الطفل وعلى الأهل بيكونوا أقل لهيك جواباً على سؤالك إمتى لازم الراجع طبعاً طبيب الأسنان يفترض أنه كل 6 شهر نشوفه إذا فيه نخور أو هاي بالنسبة لأخصائي التقييم يفترض كل سنة يصير فيه مراجعة من عمر 5 سنة لعمر 12-13 سنة بتصير مراجعة لحتى تنكشف المشكلة من البداية وبنحسن نعالجها كمان هون نقطة لازم أقولها للأسف كثير من الأهالي بيجوا لعننا اللي بيكونوا بيهتموا بأطفال لأنه بيراجعوا لأطباء بيجوا لعننا مثلاً بعمر 13 سنة وإن الله والله متأخرين أنتوا كان لازم تجوا أبكى الدكتور اللي احنا كلنا كل سنة بنروح لعن الدكتور ويقلنا لسه استنوا لعمر 13 سنة بقى هي هاي مشكلة عند الأطباء العامين الغير اختصاصيين أنه بيقولولو نستنوا يعني فيه فكرة خاطر أنه التقييم مثل ما حكينا 13 سنة لهيك يفترض الراجع أقصائي التقييم من عمر 15 لـ 12 سنة كل سنة مثلاً حتى نشيك على حالة الطفل نشوف فيه داعي أنه نبلش له أو لا طيب دكتور حكيت نقطات كتير مهمة قداش مهم يمكن اكتشاف المشكلة باكراً لنا اختصر فينا نقول المعاناة ونختصر الوقت وتكون النتيجة أساساً بأقل فترة زمنية ممكنة طيب خلينا نحكي عن أنواع التقويم شو هي أنواع التقويم وإيمت فعلياً هاي الأنواع ممكن أنا باشر فيها للعلاج والفترة الزمنية قداش بتكون هلا أول شيء بالنسبة لأنواع التقويم شكل عام كخطة معالج فيه عن تقويم للفكين وتقويم للأسناء تقويم للفكين مثلاً في عنا تضيق بالفك بدنا نوسعه في عنا خلل بالعلاقة الفك العلوي والخلينا نحكي مصطلحات العامية الفك العلوي هاجم مثل ما بيقولوا المرضى الفك السفلي بارس هاي قصص تقويم فكين في عنا بالمقابل تقويم الأسنان اللي هو رصف الأسنان تصحيح الأطباق الأجهزة لكل نوع من ألواع التقويمين هدو اللي بتختلف في عنا أجهزة بتكون ممكن تكون في أجهزة خارجية ممكن أجهزة داخلية وفي عنا أجهزة التقويم العادية اللي بنعرفها اللي هي البريسيز أو الحاصرات اللي بنثبتها على كل الأسناء حتى هيدول البريسيز فيه أنواع يعني مشان خصوصي البنات لما يجوا لعننا بيخافوا صحيح بأنه بدنا نحط في دول بيصير المنظر المشهور اللي بأنه البنت الغريزة الكذا اللي حاطتت تقويمي هو عملياً هذا لتعرض لتنمرك هي مشكلة صحيح بينما هو عملياً موضة هي صارة ورغم هالشي في عنا الحاصرات الشفافة اللي مع سلك حتى الشفافة بحيث أنه ما بتكون ظاهرة في تقويم لساني فيه الإنفيزيلاين يعني فيه أنواع مخيفة طبعاً كل حالة فيه إلى استطباب معي ما بنحسين يعني كمان بيجوا مرضى بيقولوا أنا بدي مثلاً هاي الإنفيزيلاين والعسابين فيه حالات ما بيمشي الحال منه مو أنه كل الأنواع التقويم تمشي لكل حالات التقويم طيب دكتور ما أنه حضرتك حكيت شوي عن المدة الزمنية لعلاقة بالتقويم اللي هي بتختلف حسب الحالة خلينا شوي بس نفصل الحالات تقريباً من قدي لأدي تقريباً بيبلش الشخصي حتى التقويم فيه ناس مثلاً سنة سنتين ثلاثة على حسب لحتى كمان الناس تعرف هلا بتختلف على هوا المشكلة على هوا العمر مثل ما حكينا بس بالنسبة مثلاً مريض إجل عنا عنده ولنفترض حالة بسمية بروز مضعف بروز بالأسنان العلوية والسفلية ما عنده مشاكل هيكلية بده قلع ضواحك كمان هي أغلب حالات التقويم منضطر أنه نقلع ضواحك لما يكون في عنا خلل بين حجم الأسنان وحجم الفكة يعني يفترض المعالج بين السنة ونصف للسنتين بتكون بينما مثلاً في حالات هيكلية مثلاً تضيق ممكن تكون التقويم على مرحلتين في عنا مراحل توسيع فك ممكن تأخذ ستة شهور بعدين نرصف أسنان بعدين تضبيط الأطباء يعني عملياً التقويم ممكن يمتد على هوا البين السنة ممكن يستمر للأربعة السنين حتى ببعض الحالة مثل ما إلنا إلا بحالات خاصة كشقوق شفاء وقبة حنكة اضطرابات فكية وجهية ممكن أحياناً عشر سنين يظل المريض عم يتعبه طيب خلينا نحكي عن التقويم الخارجي يعني كل ياتنا يمكن مر معنا بالطفولة حدا مر رفقاتنا بتلاقي حاطة جهاز تقويمي خارجي للرأس كله هون بيكون إلو علاقة بمعالجة أيضاً فينا نقول الفك مع الأسنام بيكون في مشكل كبيرة فيه تسمع ولا لا هون بيكون الموضوع مختلف لا في عنا حالات وهي من الحالات اللي كل ما اكتشفناها أبكر بتكون نتيجة أفضل يعني مثلاً في عنا تراجع بالفك العلوي بيجي المريض مثلاً بيبتسم باللاقي لما عم يبتسم عم تطلع عنا خطوط من هون ومن هون هذا الدليل أنه في عنده تراجع بالفك العلوي هذا إذا انترك لعمرة 13 سنة ما عد نحسن نعمله شي غير الجراحة الجراحة بنصد فيها هي أنه ننشر الفكه لحتى نقدم الفك العلوي وفيه صعوبة وفيه اختلاطها لهيك بينما إذا اكتشفناها بعمر بكير بعمر ست سنين سبع سنين ممكن نركب له هذا الجهاز الخارجي حيث أنه نعتمد على نستند على الجبهة وعى الضقن لحتى نشد له الفك لأدامه كثير بيعطي نتيجة حلوة وكثير بيوفر على أهل وعلى المريض بعدين يعني هي الوسيلة اللي بنقناع فيها بس يمكن الفك الأمامي فينا نقول أو العلوي الهاجم هي الممكن من الأمراض الشائعة أكتر يعني لما نشوف أغلب الناس بتعاني أنه الفك اللي فينا نقول العلوي هو اللي هاجم هي أغلب الناس هي لما تكون الفك العلوي فيه بروز غالبا نتيجة تأخر المعالجة يعني لأنه بيكون فيه عندنا تضيق بالفك العلوي برز الفك العلوي بينما لو على وقت حتى ممكن فيه أجهزة بتكبح هجوم الفك العلوي هذا الجهاز الخارجي عوض ما ينحط على الجبهة وممكن يكون مستند على الرقبة جهاز ثاني طبعا هدقي ممكن يكبح نمو الفك العلوي يعني كل مشكلة فيه إلى حل بس تشخيص الباكر قبل ما يكتمل النمو هو اللي بيوصلنا للنتيجة المثلة طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن مشكلات التقويم والتطور اللي صار بعالم التقويم نفسه يمكن بالبداية ممكن كنا نسمع أنه فيه ناس تتدايق من شي معين مثلا طول فترة التقويم ممكن يعمل تصبغات على الأسنان فيه ناس أسناء الحف ممكن تتعرض لسه لعدد من الجروح يعني مشاكل عديدة يمكن مع تطور التكنولوجيا والأدوات اللي صارت تستخدم بالتقويم أيضا خفت هاي المشاكل خلينا نحكي عنه هلا بصراحة الأكبر مشكلة هي بتواجهنا هي عدم تعاون الطفل أو أهل الطفل يعني صح تطورت الأدوات والطورات بس هاي ما تطورت هالمشكلة أنه لسه مثلا الطفل يفترض يكون العناية الفموية يعتني فيها ما عنده هو قدرة أنه يعتني فيها الأهل يفترض أنه كتير بده تقويم عناية ودائما بقول له مرضاي إذا كانت عنايتك قبل التقويم 100% يفترض تصير 200% بعد ما تركه بالتقويم قصت أنه فرشيسنا لنا بدقيقة هيك على السريح هاي بدك تنساها يفترض خمس دقائق كل سنة بسنة يتنظف في وسائل عناية قاصة بنشرحنا عليها للأهل بهالحالة بنتلافى أول مشكلة اللي هي عمستوزنا تصفى المشاكل اللي لابد منها هي شي موجودة بتمك بدك تنزعج منها طبعا أنواع الجديدة من الحاصرة صارت كل شركة تنافس مع الشركة التانية لما يجب مسان يشرحوننا عنها أنه هالحاصرة مسقولة بشكل كتير كبير بيكبروها تحت المجهر بمقدار كبير بتشوفها ناعمة كتير يعني كإزعاجات كتير قلي بصفى قصة أنه سلك بيغزني سلك كذا هاي شغلات بسيطة ممكن أنه نتغلب عليها بس كمشاكل كبيرة طبعا باستثناء الأجهزة الخارجية اللي ممكن أحيانا أنه تكون مزعجة بس لفترة مؤقتة هي ما بتطوي بينما كأجهزة داخلية مع الأنواع الجديدة كتير صارت مريحة يمكن مثل ما قلت ببداية حديثك واخت دام وأكيد دكتور أهم شيء الاستشارة الطبية الدورية لأن فينا نقول لننتخطى كل هاي المشاكل ويكون الفترة الزمنية للعلاج أقصر نتشكرك أكيد على وجودك معنا شكرا كتير يا ميت أهلا وسهلا شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا تسلم يا أهلا وسهلا